بسم الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين إحنا النهار ده هنعمل مع بعض بديل اللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية خالص ومش هنتكلف أي حاجة كده كده إحنا بنشتري الفراغ بتشتري فراغة بتشتري اتنين بتشتري فراغة الشهر أي مكان اللي بتشتريه شيلي بعد ما تخسلي الفراغ بتاعتك شيلي الأنصة على جمعي مفكيس كده في الفريزر لحد ما يعمل معاك كمية حلوة وبعد كده هنجيب الكمية دي نشتفها نفكها ونشتفها حلو بلمون وملح ودقيق وبعد كده هنبتدي نفرمها المفرمة أيا كانت المفرمة العادية لها اليدوية اللي زي دي بس اليدوية شغال تفرميها عند حد بيفرم شغال تفرميها بالمفرمة دي أهم حاجة المفرمة اللي لايه عيون عشان تطلعلك زي اللحمة المفرومة بالزبط لأن لو فرمناها بالمفرمة اللي فيها السكنة في النص بتطلع معانا إيه زي العجينة كده فمش هتنفع اللي في حاجات معينة. ممكن نعمل منها بقى كفتة فيما بعد. لكن دي انا بكلمك على البديل اللي هينفع مع زي اللحمة مع الصجا. هنا آآ بتمسكها بقى تقطعها كتاعة صغيرة. يعني الكمية دي انا كنت مجمعة مسلا في رغ شهر. عملت معي ربعمية واربعتاشر جرام. طبعا بعد ما حطت عليها شوية اضافات بصل وقوطة وحاجات من دي وفلفل اخضر كده هترمي معاك كمية ممكن تدخل في كيلو ولا ربع كيلو على حسب بقى ما تحط لها اضافات. آآ طبعا هي احنا كده خرجنا اكلة او شوية لحمة مع الصجا. تنفع معينا في آآ في يوم بستعجلين. لحمة مع الصجا ده اساسي معاك في البيت. يعني لو جاء يعني احتاجت للاكل في اي يوم تعملي صنية رقاء. تعملي جلاش. تعملي ماكرونة بشاميل. تعملي بيتزا وتحطي على وشها. فاللحمة مع الصجا دي اساسي تبقى عندك في التلاجة. طبعا الطعم ما بيفرقش كتير. بس اهم حاجة طريقة التسوية اللي هتسوي بيها الانصة ازاي. لان الانص بتبقى جمدة شوية عن اللحمة المفرومة. فاحنا هنسويها بطريقة معينة. هنسويها ازاي? هنجيب بعد ما فرمناها. هنجيب مقلاية وهنحط فيها الاوانس دي. ونضيف عليهم حوالي كوبايتين مية. بعد ما تغلي نوط عليها وانسيبها في في المية دي لحد ما ايه تتشرب شوية المية خالص. وبعدين تستوي. عما احنا نكون جاهزنا الاضافات اللي هنحطها عليها. هنضيف مسلا بصلتين متوسطين نفرومهم في الكبة معهم قرنين فلفل رومي على قرنفلف الحامي على حبيه قوطة على جزره مبشورة برضو. على شوية اه التوابل بقى نحط اساسي ملح وفلفل اسمر. اه شوية بابريكا شوية اه جنزبيل بودر. كل دي نكهات بتعزز معي الطعم وتخليها حلوة قوي. وبكده احنا عملنا اكلة اقتصادية وكفي يعني وفرنا في يوم او اكلة احنا يعني ايه يعني مستعجلين او كده. وعندنا في التلاجة نقدر نخرج منها وصفات كتيرة جدا. نعمل سنبوسة نعمل جلاش. نعمل حاجات كتيرة جدا من لحمة المفروعة. يا رب تكون فكرة الفيديو عجبتكم. وانا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. ومع السلامة.